الحقيقة النهاردة كان يوم جميل ويعطي أمل كبير جدا أنه العام 2018 مش هيكون عام عادي بإذن الله علينا وعلى محطنا العربي وعلى العالم يا رب أجمع من أرض السلام أرض مصر هيبقى حالة تانية أهلينا في الإمارات اللي دايما صبرت لهذا الوطن أو الأم مصر أللنا أنه ستمر مائة عام على ميلاد هذا الراحل العظيم يعني رحمه الله الشيخ زايد الرجل الذي له الأياد البيضاء على المحروسة العظيمة دي وكان يعي قدرها رحمه الله وأيضا خير خلف لخير سلف كل أبناء وكل السادة المسؤولين الحكوميين والجماهير والشعب الإمارات الحقيقة وانتوا عارفين حضرتك وعلا أنه احنا في القلب مع أهلينا في الإمارات دايما ودي حاجة بتسعدنا دي أول طلة وأنه فيه مرس قبل ما نروح للماتش نفسه مرس زايد الخير في لؤسر وأسوان والناس بتدفع دفع أن مصر أرض سلام حقيقية هي رسالة كل العرب من أرض مصر وأيضا هذا التلاقي بين الأهلي المصري والمصري البورسعيدي في صورة تاني بكرر محمود الخطيب بيبو كما تناديه جماهيره في كل الوطن العربي وأفريقيا طبعا حتى الآن ودي شهادة حق في هذا الرجل وأيضا السيد سمير حلبية رئيس النادي المصري في وجود الرجل المحترم هاني بوريدا وطبعا الرأي بريزنتيشن والسيد محمد كامل الحقيقة عملوا حالة محترمة جدا حسستنا أنه هناك ما يمكن أن يكون حل حلة لأنه من أراد بمصر سوء أراد أن يضرب كيانين كبارة جماعة منتاز صراح المتآمرون كانوا عايزين يضربوا رمز كبير هو النادي الأهلي بمدينة هي في قلب كل المصريين بورسعيدي الحقيقة بغض النظر أن القانون طبعا لازم يأخذ مجراء مع المعتاد الآثم مع من يرتكب جريمة ولكن النهاردة الحقيقة كان شيء مباشر هو السوبر الثالث وعلمنا أنه بحجم الأهلي طبعا ومنافسه المصري ستكون هناك ما هو جديد حتى في النقل التلفزيوني وفي الملعب في مدينة العين وبالتالي أنا أشعر أنه الناس في مصر إن شاء الله مش بس الأهلوية كل الناس في مصر دخل عام 2018 بنفس إهاب مؤتمر النهاردة الحقيقة قدم لنا حاجة جميلة قوي وساعدت بمشهد أن أستاذ سامير حلبية والمونسانة بوريدة وهو أحد أبناء مصر ولكنه طبعا من محافظة بورسعيد قدمها لكابتن محمود الخطيب هدية عن أول لقاء في أستاذ بورسعيد في الدوري العام سنة 52 ويجمع بين رئيسين النادي وقتها بس الزكرة ما أسعفتناش يعني نعرف مين أحمد باشا عبود رئيس النادي الآلف هذا التوقيت وعبد الرحمن باشا رئيس النادي المصري ومعهم ممثل لمجلس قيادة الصورة وأدي إيج جماهيرين سنة 52 في افتتاح استاذ بورسعيد بالضبط ولم تكن هناك حواجز بين الجمهير هي البشرة يا صديقي وزميل العزيز إن شاء الله هذا المؤتمر اللي بدأ وانتهى بالسلامين الوطنيين لدولة الإمارات ومصر أنا بقول لحضرتك تفائل أنه عام 2018 في كل مناحي الحياة مش في الرياضة بس هيمر هذه المشاهد يمكن مش عارف على إنه هارده حارس على التواجد مش شفتوش على النهارد لا لا ما كنتش موجود لكن